موسيقى تعدي على البيوت اللي قلت لك عليها بيت بيت توزع الفلوس دي وهم يفكوا أزمة برضو الله يبارك فيك يا كبير طول عمر الناس عايشين في خيرك انت بتنمي الفلوس على الأرض توزع فلوسك على الناس بتاع ايه من جالك انه بوزع فلوس على الناس وما الايه اللي بتعمله ده عاد وانت لما بتشتري هدمة مش بتدفع فيها فلوس ايه دخل الهدوم بالفلوس اللي عمالت بعزك فيها مين وش مال انت لما بتشتري هدمة بتتعيج بيها ولما بتقدم ممكن تمسح بيها بواطل البيت صح؟ صح يا بو انا مباشتريش هدوم يا عبيت انا باشتري بني عدمين باشتري رجالة توجه في جدامي وعنيها في الأرض بده يفكر يرفع عينه او ما بجلوش عازة واقدر امسح بيها وارض البلد ما يهمنيش هشتري قلوب القلوب ما بتتبعش يا ولدي كفاية علي قلبك يا مسعد تهمتني؟ او مش عاست بيع حت اتجارها منك يا هتلر بيها الارض داي بتوكل فوق الاربعين نفر يعني مش هينفع لبيعها ولا اتجارها يا عم الحد جنجز بدل ما ننموك براها ونقولولك بكت ارضنا مصعد تقلي معمك السيد زين يحفزك ربنا هتلر بيها الاربعين نفر دول هياكلوا الشيحد من ورا اتجارها وش بيع نارد انا هتلر بيها؟ عشان فيها البركة والخير كله وشفت الشولاد بايومي وولاد فالوج لما بيعولي جالهم الخير كيف يا راجل مش عايزة تروجع يالك غريبة والله هي كلها شهرين ثلاثة واردك هترجع لك فوقيها اقرادها فوقي الاقراد مبلغ محترم كمان دا كل موز بس انت ليه يا اخوي خليتنا نروح مشوارنا بالعربية المهاكة عادية مش كنا ركبنا عربيتك ازينا؟ ما تقولش على عربيتة بو كبنا ما بحبش على جرحة عشان بتفكرني بابوك الله يا رحمه بس يا صالح يا اخوي انا عمري ما شفتك عايش للنفسك هتفضل طول عمرك كده عايش للناس؟ الدنيا متفاتة ولد ابوي والسير اطول من العمر كنت عايزة يقول لك هم اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر بعد النظر في أوراق الدعوة وبعد تأكيد شهادة محمود عواد عصام عواد الشهير بزلطة شاهد النف المطلوب سماع شهادته من قبل الوكيل المتهم وقد أدل بشهادته التي أثبتت الجريمة على المتهم لذلك حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء على المتهم موسعد هتلر حيدر التحاوي بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الضيار المصرية ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى ما كنتش يعرف انك دفعت له اكتر عشان يغير اجواني دفعت له دفعت المين انا مجدر الحلا والظروف اللي انت بتمر بيها دلوقت عشان اقدمش حسبك عالكلام اللي انت بتقول انقذلك تحاسب ولا ما تحاسبش مش ارتحت وخبت طارك عمر تطبيق القانون والعدل ما كان طار ده حج يا هتلر طار أبوك يا زين بس أنا أبويا ما تجتلش عشان أخد بطارك أبويا مات قضاء وقدر في حدثة والبلد كلها عارفك ده لا ما ماتش قضاء وقدر ايه هي صالحة ما جالتلكش بس الرجولة زين لما تاخد طار أبوك تاخدوا من اللي جتلوا مش من ولدي أولا يا أبويا ما تجتلش سنين إيه علاقتك أنت بموته أنا اللي اتبرت له الحادثة أنا اللي قتلت له زين أبوك نظم العربية عايش كان بيصحف جدام زي الكلب ما قتلتوش سبت وتزلل كان عايز يحب على رجلي عشان يسيبه يعيش كان عايز يحب على رجلي عشان يسيبه يعيش إياك تفتكر من طار أبوك براسولة دي لا يا زين براسولة دي بعلت القنوة كلها بعلت القنوة كلها موسيقى برق موسيقى موسيقى موسيقى